فإذن الغرض من مجيء يسوع المسيح جاء ليخلص من الخطية الخطية التي حجبت والتي فصلتنا عن الرب هو خلاص من الخطية التي تهلك والتي توصل وتقود إلى الجحيم اسمع بعض الأقوال قالت المطوبة مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصة في لوقة 1 آية 47 الرسول بولوس واحد من أجمل التعبير عن الخلاص قال بولوس الرسول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاط الذين أولهم أنا يعني بولوس الرسول يقول رغم علمه وثقافته وتدينه وكان في الريسي وعبراني ومختوم وكان يعني قمة عصره في الثقافة اليونانية واليهودية كان أكثر شخص فهمان الكتاب المقدس ولكن يقول عن نفسه أنه جاء ليخلص الخطاء اللي أنا على رئيسهم أنا على القمة بحط نفسه أن المسيح جاء خصيصا ليخلص بولوس الرسول من خطيته هذا الإحساس طبعا هو القلب المثقل بالهموم والخطايا اللي بيشعر أنه لا توجد وسيلة لا توجد طريقة لا توجد محاولة كل محاولاتنا باقت في الفشل لأن الخلاص هو عمل إلهي أهل السامرة قالوا عن يسوع أو قالوا للمرأة لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم في يحنى الإصحاح الرابع والآية 42 في بشارة يحنى إصحاح 12 والآية 47 يقول لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم في لوقة إصحاح 19 والآية 10 قال يسوع لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وطبعا الآية الذهبية المعروفة لكثير من الناس يحنى 3 آية 16 والآية 17 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة